تونس كذبت فرنسا السعودية كذبت الأرجنتين إن شاء الله المغرب تكسب أسباني سهلا يعني يعني ما نخافش بقى ونترعب ونقلق ونقول الكلم ده كل هتقول لي بس تونس كذبت فرنسا بالدكة بتاعت فرنسا لا قاسم الدكة بتاعت فرنسا تاخد كاس عالم المفروض يعني ومش تقدر تقول لي حاجة عن السعودية عشان كذبت الأرجنتين في المباراة اللي فتتحية فيعني أكيد الأرجنتين كانت بتلعب بالقوة الكاملة والشاملة ليها والمنتخب السعودية قدر يكسب فإن شاء الله المنتخب المغربي يعمل أداء محترم ونتيجة محترمة المنتخب المغربي كمان أنا عايز أقف شوية عند قصة المنتخب المغربي المنتخب المغربي عنده فريق محترم عنده عنده ياسين بونو حارس أشبلية عنده حكيمي بريس سان جرمان عنده مزراوي في باير ميونيخ عنده نصيري في أشبلية عنده مرابط عنده عرض من ليفربول حسن ما قالت الصحافة العالمية عنده أسماء كبيرة فمنتخب ما يقلش ما يقلش عن المنتخبات الأوروبية الكبيرة اللي موجودة في كاس العالم دي من ناحية من ناحية تانية هو عنده بقى بصراحة وقف عندي دي شوية عشان مكتش معاكم يومي الخميس بعد ما المغرب كذبت آخر مباراة أمام كندا ترجمة نانسي قنقر